بسم الله السلام عليكم. تمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة في احسر الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غدي نحضر معكم واحد فيزا اللي كتجي يعني كلمة رائعة قليلة في حقها. كتجي اكثر من رائعة كتجي الديدة وارطبة العجينة ديالا كتجي اكثر من رائعة عجينة ديال المحترفين. وكتجي مقرمشها من بره وارطبة من الداخل. غدي نوجدها لكم باستلصر البيضاء ان شاء الله غدي نوجدوها باستلصر البيضاء. وبالكخوفيت. وعبي ساني غدي نوجدو ان شاء الله باستلصر البيضاء وبالجومبو. نخليكم ان شاء الله تكتشفو المقادر وطريقة التحضر. ومنطول شعلكم وفرجا ممتعة. نبدو ان شاء الله في تحضير العجين. نسبة العجين عندي هنا تقريبا 1-500 جرام ديال طقيق الأبيض يكون من نوعها جيدة من الاحسن. عندي هنا واحد نصف كأس ديال طقيق الفينو. عندي واحد المعلقة كبيرة ديال خميرة الخبز. وعندي معلقة صغيرة ديال الملح. وعندي واحد المعلقة صغيرة ديال العسل. سوف نضيف زيت الزيتون. سوف نضيف زيت الزيتون. هذه المقادر العجين. هذه المحترفين ليست العجين. سوف نضيف زيتنا على المرش. نضيف زيت عجين. سوف نضيف زيتها. سوف نضيف الزيتون. نجمعها 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 من الأحسن أن العجين مدة التخمير تكون طويلة ممكن أن تخمرها في الليل نجمعها في الصباح نضيف جميعها في الليل نجمعها في الليلة كاملة نجمعها في الليلة كاملة نضيف جميعها في الليلة نجمعها في الليلة كاملة OOM نجمعها في الليلة كاملة نجمعها في الليلة كاملة نضيف لي هذا المكان المدى التخمير سوف تخسر المهم من بعد تخمير ناخد خمير نحن نخدم خمير نحن نحن نجد خمير نحن نخلق خمير نحن نخلق خمير نحن نخلق خمير ثلاثة الكوائرات نخرج من خمير تخلق خمير يقوم بحجم كبير نشكل خمير نحن نضيف بحجم كبير نضيفهم في قصة العشوة نضيفه الهوان نضيفها نضيف فقصة العظام نضيفها نضيفها ونضيف ننشي معكم ان شاء الله نوجد الحشوة نضيف الحشوة نقصر نضيف المقلة فوق النار نضيف الملح وإبثال نضيف السيتون نضيف السيتون مضيف من بعد اضاف المعد لتكلم نجد العجين نضيف المعد نضيف القصبر نختار رقيق نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة نضيف الملح نضيف زبدة نضيف الزبدة نضيف الزبدة وفي حالات التقالص نضربها بالضرب هنا اخذت العجين من بعد مرتاحة نضيفها فقط كيفما قلت لكم انا نضيف غير الضقيق الفينو يأتي احسن من الضقيق الابيض مني نضيف العجين غير الضقيق الفينو احسن احسن من الضقيق الابيض احسن من الضقيق الفينو انا ستعجبني البيضا ستكون رقيقة العزين لها انا ستكون رقيقها مزيان لا داعي ان انا نضيف غليظة ونضيفها هنا في ديكستانية الخاصة بالبيضا التي تكون فيها التقب رائعة احسن من الضقيق الفينو احسن من الضقيق الفينو احسن من الهجم نضيفها مزيان وحلقة الموزاريلا 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 باردة الموزار يتاكد الموزاريلا الموزارات الموزاريلا التنفيذ الموزاريلا ننخلص الوصف يبقى غير واحد الايدام خفيف ممكن انكم تديروه من الفوق سوف نسرحها بحلاكة ومن بعد سوف نضيف القطاع المزاغي القطاع تجي بينها وكتجي احسن المهم او نعود الرش بحد كمية اخرى من الفرماج من الفوق فالفرماج صراحة يكون كثير في البيتزا يجي بقى رائعة المهم كنا نسرح بحلاكة الفخوماج هنا في هذه الأثناء كنا نضيف القطاع من الفوق ونضيف خطوط زيتون من الفوق ونضيف الفرران على درجات حرارة 150 من الفوق وشعلت الأشالوغ تغنونت ونجعله حتى يسخن مزيان ونضيف الجوانب بزيت سيتون حتى يجبت طبيب إلى ما كانت الحرران سخون ونضيف تغلق بزيت سيتون من الفارس ودخلتها على 250 دارجة ونضيفتها إلى الشبكة حسن للتحسن لتى يجب ان القطاع يجب ان قصحة من الطياب يعني تغلق بحرارة من خافضة وقد تغلق بحرارة عالية نخلص من 5 دقيق اضغية ضغية نضرب مرسلة نضرب ملعج و سوس بشكل حول نضرب ملعج نضرب المعض يتصرف فمي نصرف حلاقة نصرف فمي حلقة نصرف كميات على مفضل من طبيعة الحالة قطاع الدجاج شحرها شبية تشحرها نضع القطع المزاري من جديد نضع القطع بالسعسر نضع القطع بالسعسر نضع القطع بالسعسر نضع القطع الكثير من الصعب نضع القطع بالسعسر نضع القطع بسعسر وننضع القطع نضع القطع نضع القطع ونقوم بسعسر نتمنى من كل قلبي انكم تجربوها و تردوا على كيفيجاتكم يعني ما غديش تحشمكم ببيزا و تبقوا معسام دينها دائما هاد الوصفة ما غديش تبتلوها بطريقة يعني سهلة التحضير و كتجي رائعة ان شاء الله شوفوا كيفاش كتجي كتجي معلكة و انا كنطيبها من التحت شوية ما كنخليهاش يعني ما كتعجبتك البيزا تكون مرخية بحلكة شدها في الدكتها بط كتجي بحلكة طيبة و محمرة كتجي رائعة ان شاء الله هادي دي الكخوفيت والاخرة دي الجنبون كيف ما غديشوفوا معايا غدي نوريكم كيف جلقيبان ديالها يعني ان شاء الله نتمنى من كل قلبي انكم تجربوها كيف نكتلكم و تنجح معاكم صراحة سهلة تتحضير المهم ان شاء الله اه متوبة نقطع عليكم باش تشوفوا غير كيف تشوفوا القيوام ديالها كيف كتجي بتجي لدي دي دب الساف يعني صراحة حسن حضرتها طارت كلاوها الادراري ولا الكبار ان شاء الله من التحت محمرة بذك الفينو حسن من تقيق يعني ذك التقيق يبقى لاسق فلتحت وما كيعجبنيش في يعني في ان شاء الله من اشتقال عليكم ونخلكم ان شاء الله في رعيات الله ودمتم في رعيات الله وإلى فيديو قادم بحول الله وإلى اللقاء